اللي بيقول الأستاذ إبراهيم عيسى تقريباً بيرد على مفهومية الأستاذ عصان سالة وإزاي المسألة مترسخة؟ ده مترسخة لدرجة أنه من أيام ما كانت بتطلع قناة التحرير إبراهيم عيسى سأل النجم الزملكاو التاريخي الكبير كابتن حسن شحات وإحنا لما بنقف عنده دي بنقف لأنه التبريرات بتطال الأهلي أنت مش بتبرر ليه فشلت؟ ده أنت بتحاول تكسر فيه أسباب فوز البطل بتحاول أنا مية مية بس هو التاني خدها وفي حد يكتب على يفطى زي ما قال في حداد علق يفطى بعرض الريف أقول مش بالمحسوبية والرشاوي ولا مش عارف المجاملات يعني تغنب ببطولاتك كيف ما شئت إنما إزاي تعلق يفطى تشاكك وتشوي بطولات الفريق البطر العالم كله إزاي؟ يعني يا سيد اتكلم على نفسك أنت ناد القرن في الكون كله مدى العمر للقرن الأربعين بس كمان الفريق اللي خاد جائزة وخاد لقب من جهات رسمية مش من حقك إن أنت تشوي فيها وتعلق يفطى تحد فطوب عليها ده كلام أخلاقيا لا يصح أبدا ومع الفترة الجديدة ومع تغير كل هذه الأحوال الكلام ده كله لازم أن يتغير لأنه المسألة مترسخة وإبراهيم عيسى السأل النجم الكبير حسن شحات عليها من سنين نشوف بمناسبة الاضطهاد يا كابتن حسن ليه الزمالك طول الوقت شعر بالاضطهاد؟ الزمالك كنادي الزمالك كمدربين الزمالك كلاعيبة هقول لحضرتك حاجة سيد إبراهيم ممكن يكون من خلال المشاكل اللي بقالها خمس ست سنين في نادي الزمالك حصلها يعني عقدت الاضطهاد عند الزمالكوية من خمس ست سنين بس يا كابتن حسن ما أنا هقول لك برضو مهم لهم دور في الحتة دي يا كابتن إبراهيم وانت رجل زمالكوية لهم دور في إيه؟ إن كل حاجة بتحصل في النادي الزمالك في الإعلام وزا ما كانش الإعلام عنده فكرة عنها إحنا مننا فينا كزمالكوية سواء من جديد في النادي أو بره النادي بنتطلع نتكلم فيها بس طول الوقت هتشوف الزمالكاوي بيقول اتحاده كورة ضدنا الحكام بيجمله الأهلي ما قدرش أقول لك سيد بريم حاجة زي كده لأن دي عملية بتبقى عملية يعني عارف إزاي أنت بتحاول تحسس نفسك إنك دايما مظلوم هو دايما زل كده عيان بالإحساس بالاضطهاد ده مش كان أيامكم يا كابتن حسن ده ده تولد أيامكم لأ ما ههو لأ رأسنا منكم لأ ما ههو لأ ما هرستو مننا بالرغم إن كان فيه طبعا مجلس إدارة جامد قوي وكابتن حين من الله يرحمه ويحسن إليه كانوا فيه العيبة جامدة قوي بتاع لكن برضو كان فيه الإعلام يضغى أيوة أيوة نقولك الإعلام يضغى الإعلام يضغى عشان كده بقول لحضرتك برضو بقى حتة اللي بكلف فيها حتة إعلامية بمعنى إيه بقول لحضرتك كل حاجة بتحصل في النادي الزمالك تليها منشورة ولو هم ما نشاروهاش تلاقي إحنا كزمال قوية أو اللي موجودين في النادي بيطلعوا يقولوا كل المشاكل دي يعني إحنا دايما مصدرين مشاكلنا للجماهير كلها مش جماهير الزمالك بس طيب إيه علاقة المشاكل دي كابتن حسن بي إن إحنا نقول ده الكرة مش أوفصايت وحسبها أوفصايت نعم ما عايش بقى ده كلام كرة وكلام بقى ناس قاعدة عشان تقول والله ده هي عالية ليه الزمالك اللي طول الوقت عنده هذه العقدة بسأل حضرتك ما هي عقدة الظلم ما هني بقول لك عقدة الظلم أنا عاوز دايما أبقى في أمهم الظلم عشان يبقى مبرراتي أو المبررات اللي أنا أصدرها مبررات كتير أو الناس ممكن عاوزة تبرر لي فيبقى ده الزمالك ده مظلوم ده شفت الحكم الفلاني الفلاني عمله كذا وكذا ده حسب للنادي الأهلي وما يقدرش يحسب للنادي الزمالي إحنا اللي بنصدر للحاجات دي أوهام طبعا ممكن تبقى حقيقة وممكن تبقى أوهام لإننا طول الوقت بتقولها أنا مش أي من هنا قبل معرفة حقيقة ولا أوهام لأ ما أنا بقول لك النهار ده لو هفضل طول الوقت بقولها تبقى أوهام هذا الحوار كاشف إلى حد كبير من إمتى هذا الكلام بيتردد وكابتن حسن في الآخر يعني هو طبعا متحرج بس الأستاذ إبراهيم عيسى كمحاور يعني متعب أصر قاله مش آمن لما تقول لي قاله آه طبعا لما تتكرم مني كتير تبقى أوهام طبعا ولما أنا أعيف هذا لأم أم عشان أبرك بصها أستاذ إبراهيم أنا راجل النهار ده موظف زميلي في البنك عمال منشغل إنه ياخد دبلومات ياخد كورسات مساعدة في الكمبيوتر والحاجات اللي هي بتساعد في شغله يعمل ماجستير بيجهز للدكتوراه يترقى يعمل التارجد بتاعه نتيجة إنه مجهز نفسه كويس بيشتغل والتاني مش فاضي غير إنه يكتب مذكراته وتظلماته ويروح لأهل بيته يقول لهم مهانة لو مراتي صاحبة المدير زم مراته صاحبة المدير كنت ترقيه مهانة لو منافق كان زمان يترقيه وتقول له الله يكون فعونك والتنين يناموا مبسوطين ومرتحين لحد معادة تاريخة جاية طبعا التاني يشرخ وده يفضل عايش هذه المظلومية أكتر شيء على الإنسان يا سيد إبراهيم إنك تحسس نفسك إنك ضعيف الشكوى بتحسس صاحبها إنه مغلولة يده زي ما كابتن حسن قالك عايز تعيش في هذا الأمم عشان تبرر أي فاشل وده حقيقي ده من ناحية الإنسانية في أي حاجة عايز أبرر مش أنا أنا كويس قوي بس الظروف اللي حوالي